قمة السابعة عشر في انتصارات سريعة كاسحة تمكنت أسراب الجيوش العربية من احتلال العراق وفلسطين والشام استخدم فيها الغزاة القوة والقسوة المفرطة وهو تعبير حديث مخفف عن المجازر والمحارق الهائلة التي نفذها الغزاة بحق شعوب البلاد الموطوءة مع عمليات نهب يندر في التاريخ الإنساني مثلها إضافة لنموذج تلك الجيوش الفريد في استباحة الأعراض وسبه الدلال والنساء في مواقع كثيرة حاول فيها أهالي البلاد المفتوحة الدفاع عن ممتلكاتهم أو أعراضهم وفي يوم تاريخي استتب فيه الشأن ليترب لتتحول من موطن لتجمعات قبلية إلى عاصمة الإمبراطورية في زمن قياسي أعلن الخليفة عمر بن الخطاب عقد قمة للنصر دعي إليها كل من عبد الرحمن بن عوف والسبير بن العوام وطلحة وبلال بن رباح ومعاد وعلي بن أبي طالب وابن عمر والسبعة كلهم من قريش إضافة إلى خمسة من الأوسي ومثلهم من الخزرج ممثلين للأنصار لتنعاقد في جبين التاريخ القمة الإسلامية الثانية بعد قمة السقيفة يمكن أن نطلق عليها قمة السابعة عشر إن اجتماعا بمثل هذا المستوى الرفيع وبمثل القدسية المجتملة تحت أسماء حضور القمة ومكانتهم في الدعوة ومكانهم بين العرب لا شك كان لبحث مسؤوليات جسام بعد تلك الفتوحات الميمونة المباركة وأيضا لا شك أنه كان بقرضي هدف عظيم من أهداف الدعوة والأمة والدين وأيضا لا شك بالفرض الحتمي أن اجتماعا بهذا المستوى كان سيضع نصب عيني تداول ما تم إنجازه من أعمال الجهاد وتقييم تلك الأعمال لدرس ما أمكن تحقيقه من أهداف سامية مقدسة وأيضا لا شك بالفرض أنه كان على جدول الأعمال النظر في مختلف الطرق لإبلاغ العالم كله بالدين العالمي الجديد وتبليغ البشرية في كل المعمورة بأهدافه السامية ومقاصده الشريفة وتفاصيله النبيلة ترغيبا لسكان العالم للمسارعة في اللحوق به بالفرض أيضا لا بد أن تكون القمة قد أدرجت على بنودها مناقشة إمكانية تشكيل لجهن متفرغة من كبار الصحابة الأجلاء لكتابة المصاحف التي ستحتاجها البلاد المفتوحة ليعرف أهلها تفاصيل دينهم الجديد مع لجان أخرى تكون من مهامها القيام بوضع الشروح والتبيان والترغيب بالفرض كذلك ربما لا يفوت هذه القمة مدارسة إمكان افتتاح كتاتيب في البلاد المفتوحة وتزويدها بالفقهاء والمعلمين المتخصصين من صحابة رسول الله كرامة لهم وكسبا للثواب وربما أمكن التفكير في تشكيل لجهن تقوم بنسخ المقدس الإسلامي وترجمته مع تكليف فريق آخر للقيام بمهمة الوعظ والإرشاد في البلاد الموطوءة وأن يعملوا بقوت يومهم فقط رغبة في التواب الأعظم عند الله تعالى ربما أيضا لو اتسع الوقت في هذا الاجتماع التاريخي وما أوسع الوقت أيامهم أن يتم وضع الخطط لإقامة المعاهد الإسلامية في مكة والمدينة لاستقبال البعثات الوافدة من البلاد الموطوءة طلبا للتفقه في الدين ودرس اللغة العربية وأصولها وهو ما يستتبع التفكير في توفير سبل الإقامة لهم بإنشاء مدينة للبعوث القادمة من بلاد الكفر إلى الأرض المقدسة حتى يعود إلى بلادهم مسلمين صالحين عارفين مجتهدين مع إمكانية فتح فروع لمعاهد الجزيرة في العواصم المفتوحة للقيام بذات المهمة الثانية الشريفة وبالفرض أيضا كان لابد أن يدرش على جدو لأعمال هذه القمة بحث تأهيل العاصمة لاستقبال أبناء الطبقات الأرستقراطية في البلاد الموطوءة لتفقيفهم بالإضافة إلى الدين بأصول البروتوكول العربي والإتيكيت والأدب الإسلامي ليتأدبوا بأدبه ليكونوا عند عودتهم إلى بلادهم صفراء للعرب وللإسلام كما كان يفعل الفراعنة عندما كانوا يأخذون أبناء الملوك والأرستقراطية إلى مصر ليثقفونهم بثقافتها فيربونهم بالقصر الملكي مع الحاشية الملكية لإحذاذ تقارب ثقافي يضمن ولاء الأجيال التالية لمصر عندما يعود حكاما على بلادهم مما ينتهي إلى تعايشهم معها في سلام وقد كان العرب على اتصال بتلك الحضارات المحيطة ببلادهم وكانوا يرسلون أبناءهم قبل الإسلام لتلقي المعارف في بلاد تلك الحضارات فعلموا سيرتها ومناهجها فكانوا يذهبون للدراسات الأولية في مدرسة جوندي سابور الشهيرة ليلتحقوا من بعد بالتعليم العالي في جامعة الإسكندرية المصرية الأشهر وقد وصلنا من كتب السير والأخبار أسماء لعرب أثرياء درسوا في تلك المعاهد والجامعات مثل النظر بن الحارث وعقب بن أبي معيط الذين تم قتلهما أسرى في وقعة بذر الكبرى وهو ما يفيد بمعرفة العرب بشأن المدارس ومعاهد العلم ولم تكن شأنا مجهولا لديهم على جدول الأعمال لا بد أن نفترض بنودا وضعت نصب أعينها أهداف هذا الدين القيم لجلوها نبيلة مضيئة خلابة كاتخاذ الإجراءات السريعة الكفيلة برفع الجور والظلم عن كاهل الشعوب المفتوحة التي عانت كما تقول كتب التاريخ العربي من ظلم حكام الضاوتي فرصا وروما بإقرار العدالة في تلك البلاد وترسيخ المساواة والإخاء بين شعوب الإمبراطورية تحقيقا لمبدأه كأسنان المشط وإعمالا لقول النبي كلكم لأهدم وأهدم من تراب بدءا بتخفيض الجباية عما كانت عليه زمن الطواغت لرفع المعاناة عن المعوزين والضعفاء ثم تأسيس المساواة بتحرير عبيد البلاد المفتوحة المستذلين مما يكسب الفاتحين صيطا يلق بدين الحرية والإخاء والمساواة والعدل بين الناس لتحقيق المبدأي لا فضل لعربي عن أعجمي وهو أمر يسير لم يخسر العرب معه شيئا كان محتما أيضا أن يتذكر حضور القمة خاصة الأعضاء القريشيين السبعة معاناة مهجرهم من مكة إلى المدينة ومؤاخاتهم مع الأنصار باقتصام الطعام والمسكن والزوجات فيرفقوا بأبناء الشعوب المفتوحة لتجنيبها مرارة التجربة التي خاضها الصحابة الكرام البررة إحقا للعدل بإعادة توزيع الثروات بين الناس في تلك البلاد وفق المبدأ الإسلامي الرفيع في المؤاخات دون أن يخسر الفاتحون شيئا بل إن كسبهم لدينهم ومبادئهم هو النتيجة المحتومة وحتى تكتسي الدعوة الإسلامية النزع الإنسانية التي تبين فضل الإسلام على غيره من الأديان مع تبيان فضل الاستعمار العربي على غيره من ألوان الاستعمار الشركي الطغوتي تحفيزا لهذه الأمم للدخول في دين الله أفواجه كل هذه الفروض البسيطة التي تؤكد الدين وتنشر قيمه لم يكن أي منها على جدول أعمال هذه القمة القدسية المشرفة فلم ينشغل الأعضاء بإرسال القرآن ولا الشراح ولا الدعاة ولم يخطر لأحدهم استجلاب البعوث لمكة والمدينة لتلقي العلم لأنه حتى بعد انجلاء هذا الاجتماع التاريخي وإلى زمن طويل بعده لم يرد من البلاد المفتوحة إلى الحجاز سوى الذرار والسباهي الحسان لرقوبهم وليس لتفقيهن في الدين بينما ذهب ملوك العرب وأمراءهم في زماننا هذا ليتلقوا العلم في بلاد الغرب وتخرج أكابرهم في أكاديميات كبرى مثل سان هيرس في بريطانيا ولم يركبهم أحد هناك على الأقل فيما هو معلوم ومعلن هنا فجوة كبرى هائلة بين تصوراتنا اليوم وبين تصورات ذلك الزمان البعيد ومفاهيمه لأن كل الافتراضات المبنية على مفاهيم اليوم حول ما كان واجبا أن تهتم به قمة السابعة عشر لم تكن في مخزون العربية الثقافي في تلك الأزمان ويزداد ابتعاد المفاهيم الإسلامية عن تلك الفروض عندما نتذكر أن ذلك الذي حدث كان في القرن السادع الميلادي قد حدث في مكان من نوع خاص وأنه لم يحدث في روما وقوانينها ولا في آثينا وديمقراطيتها ولا في الإسكندرية وعلومها ولا في بيروت وأبجديتها ولا في جند سابور ولا في مينوة وإنما كان في بلاد كان أهلها يأكلون بعضهم ويرسون بعضهم ويركبون بعضهم حتى جمعهم الإسلام محولا طاقاتهم العنيفة نحو خارج الحجاز ليأكل بهم كنوز كسرى وقيصر حسب ما أكد الحديث النبوي التنبؤي لقد كانت قمة السابعة عشر قمة هامة بلا شك فل هي القمة الثانية في تاريخ الصحابة بعد قمة السقيفة كانت قمة مصيرية تأتي بعد الفتوح والانتصارات لتتوجها وهي بمعنى من المعاني تعادل في ظرفها الموضوعي قمة الحلفاء بعد انتصارهم في الحرب العالمية الثانية ولكن في زمن مختلف وتقافة مختلفة بل إن العرب كانوا في زمانهم يتخلفون درجات عظمى عن ثقافة ناس زمانهم في محيط الجزيرة الحضاري الذي احتلوه فقد أطمرت قمة الحلفاء المنتصرين في الثاني عشر من أغسطس عام 1949 ميلادية عن اتفاقيات ومواثيق لحماية الإنسانية من حروب أخرى وعن الأمم المتحدة وعن مواد في مواثيق جونيف ومنها المادة 14 التي تؤكد أنه لأسر الحرب حق احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال ويجب معاملة النساء الأسيرات بكل الاعتبار انتهى والمادة 34 التي نصت على أن يترك لأسر الحرب حرية كاملة في ممارسة شعائرهم الدينية الخاصة بعقائدهم كما تعد لهم أماكن مناسبة لإقامة شعائرهم الدينية وهو ما يضمن للمهزوم الحفاظ على دينه وشرفه وعرضه وأن من قرر ذلك هم المنتصرون الذين أتبعوا ذلك بمشروع مرشال لدعم المهزومين على كل المستويات لإعادة تعمير ما دمرته الحرب في البلاد المهزومة إذن ومع مراعات فروق الزمن وفروق الثقافات يمكن مراجعة ما دار في هذه القمة التي حضرها أشخاص مقدسون في تاريخ الإسلام خاصة التيار السنية الذي يرى نفسه نهاية واكتمال كل حضارة سامية ونبيل ممكنة كان على جدول أعمال قمة السابعة عشر أربعة بنود فقد تلخص موقف العرب الفاتحين ومفاهيمهم وطريقة تدينهم وتقواهم أربعة بنود كان سببها أربع رسائل وصلت إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب وهي على الترتيب البند الأول كتاب سعد بن أبي وقاص إلى الخليفة ينبئه بأن الناس أي العرب الفاتحين قد سألوه أن يقسم بينهم مغانمهم وما أفى الله عليهم والبند الثاني كان كالأول كان مدارسة كتاب أبي عبيدة بعد فتح الشام يخبر الخليفة أن المسلمين الفاتحين قد سألوه أن يقسم بينهم المدن وأهلها وكان البند ثالثا مثل أولا وثانيا فكان طلب الجنب الموفدين من الجيش الفاتح للعراق بنصيبهم ومثل أولا وثانيا وثالثا كان البند رابعا كان مدارسة طلب بعض الصحابة أن يقسم الخليفة الأراضين المفتوحة على الصحابة كما كانت تقسم غانيمة العسكر كما حدث في خيبر الملحوظة التي تفرض نفسها هنا أن الرسائل الأربعة قد أجمعت على الكلام نفسه وعلى المطالب ذاتها من كان بالشام أرسل يطلب ما طلبه من كان بالعراق ولم يكن عندهم موبايلات ولا وسائل اتصال بينهم ليتم الاتفاق على هذه المطالب بهذا التوافق الدقيق وهو ما يفصح عن كون هذه المطالب كانت من المسائل المنتهية المتفق عليها سلفا ومفروغا منها لأنها قواعد جهادية عسكرية ما تطبيقها من قبل وأن تقسيم الأراضين هو شرع وسنة عن النبي كما فعل في توحيده بلاد الحجاز وخاصة ما حدث في خيبر لكن ذات الصحابة قد خاضوا مع نبيهم فتح مكة وكان أهلها هم الطلقاء فلماذا لم يتصور أي من الصحابة في مصادرهم الأربعة إمكان معاملة البلاد المفتوحة بمادة مكة خاصة إذا أخذنا بالحسبان أن شعوب البلاد المفتوحة حتى الفتح كانوا هم الأقرب إلى صحيح الدين بالمفهوم الإسلامي فقد كان معظمهم على آخر ديانة سماوية رسمية هي المسيحية أي كانوا على الدين الصحيح حتى زمن الفتوح فإنما كانت مكة أكبر معقل في العالم حين ذاك للوثنية والجهل والتوحش كانت العدالة تفترض معاملة أهل البلاد المفتوحة معاملة مكة مع ما فرضه الله على مسلميه من المودة والرحمة للقسيسين والرهبان وكان للنبي فيهم يهودا ومسيحيين صهر ونسم بل وننت مكة ميزات إضافية فبعد إطلاقهم سالمين بأوامر الأخ الكريم ابن الأخ الكريم عليه الصلاة والسلام قام النبي يشتري إيمانهم بالمال تألفا لقلوبهم فلماذا اختار الفاتحون لبلادنا القتل والذبح والأسر والسبية والمغانم والفيئة بمادة خيبر ولم يختاروا لنا مادة مكة ولماذا لم يتألفوا قلوبنا بالمال لماذا لم يشترون وهي بالإضافة لكونها سنة نبوية ونموذجا من نماذج الفتح المطروحة هي أيضا فرض على المسلمين حسب نص الآيات لقد عامل الفاتحون أهل الكتاب في البلاد المفتوحة معاملة أشد سوءا وبشاعة وقصوة كان موقفهم بعيدا حتى عن قواعد العدل في الحرب حسب الشريعة الإسلامية نفسها حتى ذلك الوقت كنا أولى بمادة مكة لا بمادة خيبر حتى لا يحسب الناس الأشرار أو يتصوروا أن إطلاق الوثنيين المكيين وشراء إيمانهم كان لسبب عاطفي أو عنصري لقرابتهم من النبي كان العدل هو معاملة البلاد المفتوحة بمادة مكة حتى لا تحسب عصبية قبلية لا علاقة لها بالدين وكرامته لقد كانت حكاية إنقاذنا من الظلم على يد العربي هي أكبر كذبة شريرة في التاريخ الإنساني كله كان هذا هو جدول أعمال قمة السابعة عشر ولم يسجل أن أحدا في هذا الاجتماع قد تقدم بطلب إحاطة عن الفرد المسلم والمرأة المسلمة والمجتمع المسلم وأحوالهم في البلاد الموطوعة هو ما يطلبه كل المشتغلين علينا بالدين في أيامنا هذه يريدون لنا الفرد المسلم والمرأة المسلم والمجتمع المسلم إن الإخوان المسلمين يطلبون لنا ما لم يطلبه لنا صحابة الأجلاء في زمن الإسلام الذهبي لقد كان الخليفة عمر بن الخطاب يعادل في زمنه الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم لكن كان زمانا له قيمه المختلفة التي حملها شعب لا علاقة له بالحضارة خرج من بيئة متبدية وثقافة بدائية زمنا لم تكن فيه أمم المتحدة لتراقب ولا مجلس أهن ليحاسم ولا ضمير عالمي قادر على إعلان صرخته الاحتجاجية كانت قمة السابعة عشر اجتماعا يليق بزمانها وبأصحابها أصحابها الذين نسوا تماما وبالمرة الهدف الذي كانوا يفتحون البلاد من أجله وجلسوا يتباحثون في توزيع الأرض والبشر أطفالا ونساءا والبهائم بينهم فيئا قد يذهب حسن الضن بالقارئ هنا إلى أن الفاتحين قد فتحوا البلاد ثم جلسوا هناك ينتظرون موافقة قمة السابعة عشر لينالوا فيئهم وغنائمهم وهذا هو الخطأ نفسه لأن الفاتحين قد نالوا غنائمهم على أرض المعركة فورا مع كل موقعة ومع كل مدينة ومع كل قرية ومع كل رجل وامرأة أو حتى طفل لقد كانت مطالبهم أبعد من ذلك كانت مطالبهم بعد كل ما غنموه وسلبوه وسبوه هي الأرض بمن عليها كانت مطالبهم قسمة الأرض عليهم بعد أن أفاءها الله عليهم بسيوفهم يحكي أبو هرير الدوسي ما أصاب الصحابة من الدهش والحيرة والفجأة لما أصبح بين أيديهم فيقول قدمت من البحرين ساحل الأحساء حاليا بخمسمائة ألف درهم فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممسيا فقلت يا أمير المؤمنين اقبض هذا المال قال كم هو؟ قلت خمسمائة ألف درهم قال أو تدري كم هي الخمسمائة ألف؟ قلت نعم مائة ألف خمس مرات قال أنت ناعس اذهب الليلة فبت حتى تصبح فلما أصبحت أتيته فقلت اقبض هذا المال قال وكم هو؟ قلت خمسمائة ألف درهم قال أمن طيب هو؟ قلت لا علم لي بذلك قال الخليفة أيها الناس قد جاءنا مال كثير فإن شئتم أن نكيل لكم كلنا وإن شئتم أن نعد لكم عددنا انتهى أبو يوسف الخراج 49 كان هذا المال قادما من منطقة هي الأشد فقرا في الجزيرة وليست بغنى بلد كالعراق أو الشام فقد غنموا بعد ذلك ما كان يصيب بالبهتة جاءوا من خزائم كسرى بثلاثة آلاف ألف 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 دينار ووجدوا بالقصر من التحث والأمتعة ما لا يقيم بمال من ثياب منظومة بالجواهر إلى حلل مكللة بالدبهج منظوم فيها اللؤلؤ هذا غير ما ظنمه المحاربون الفاتحون مباشرة بالاستلاء عليه فكان جيش سعد بن أبي وقاص من ستين ألف فارس أصاب كل فارس إثني عشر ألفا ثم إن سعدا بعدما أصاب أهالي البلاد المفتوحة الضعرة فتفرقوا هاربين بجلودهم فزعا قام فقسم المنازل والدور بين رجاله وأنزل العيلات أي القبائل الزاحفة من الجزيرة لنهر الفورات في الدور فأقاموا بها وهو ما يذكرنا بحكاية دير يسين وقبية وكفر قاسم نفس الممارسة ردا على ذات الفحال إنها تقافة البداوة المقدسة المعلومة عند كليهما أليس بني عمومة وإن العرق دساس كما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن موسى بن يزيد قال حمل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألف ألف فقال عمر بكم قدمت فقال بألف ألف فأعدم عمر ذلك وقال هل تدري ما تقول قال نعم قدمت بمائة ألف عشر مرات فقال عمر لأن كنت صادقا ليأتي أن الراعي نصيبه وهو باليهمن أبو يوسف خمسون إن هذا المال الذي كانت كثرته كفيلة بالإقناع أنه من طيب قد جاء بلاد العرب حلالا زلالا وفق شريعة الجهاد الخيبرية خالد بن الوليد مثلا فتح حصنا لمدينة صغيرة بالعراق تدعى بانيقية فقتل كل من كان فيه من الرجال وسبى كل من كان فيه من الأطفال والنساء ثم أمر بإحراق الحصن وهدمه لتضروعه الرياح ثم قرر على أهل القرية جزية سنوية مقدارها ثمانون ألف درهم فإذا كانت تلك القرية العراقية المنكوبة المنكورة قد تقرر أن تدفع هذا المبلغ بعدما سلبت ونهبت وخربت فكم بالأحرى كان يدفع العراق كله أو الشام كله أو مصر كلها عاد العراق برزقه الذي من طيب هو لكل فارس محارب بأربعة عشر ألفا ولكل محارب راجل سبعة آلاف ومئة سهم وأسهم لعيال الشهداء وللنسوان من صلب هذه الفيء أي إنه كان على المفتوحين أن يدفعوا دية الميت الفاتح وأن يعولوا عياله ونسوانه هل تذكرون صدام حسين عندما كان يأخذ ثمن الرصاصة من أهل المقتول بعد أن يقتل أمام عياله؟ يبدو أن صدام كان خليفة زماننا النموذجي هذا رغم أن توزيع مال الفيء على العيال والنسوان مخالف لشريعة الجهاد لأنهم لم يجيفوا مع المجاهدين بسيف ولا ركاب حسب الشرع القرآني أما مدينة المدائن الشهيرة فقد فاضت بطيبها الحلال فأصاب الفارس في الموقعة 12 ألفا وكانوا 60 ألف فارس أما النساء السبايا من المالحات من شاميات وعرقيات وفلسطينيات فترصدهن لنا كتب التاريخ الإسلامي وكتب الخراجي بأيما فخر وأيما اعتزاز فسبى خالد في سيره من الحيرة بعد إنهائها من الوجود إلى دمشق ألف رأس منتقات وسبى من دمشق وحدها خمسة آلاف رأس من النوع الأبيض الأشقر الذي يعشقه العربي أما بنات جلولاء الحرائر فقد فاضوا سبيا وخيرا عميما تم توزيعه على الأعراب في مضاربهم بالجزيرة وفاضت السبايا من جداتنا وأمهاتنا البعيدات حتى أتى الأعرابي لذته نصيبا وهو مسترخ على مؤخرة بعيره باليمن وبين أهازيج الفتوح ومفاخر الفاتحين تجد نوادر يتامى ممن ذهبوا للفتح فلم يروا في هذا الجهاد ما رآه السادة من الصحابة مثل ذلك الذي اسمه فعلبة الذي أوجعه ما كان يرى في الفتوح من آلام المفتوحين فعاد ليخطب في مسجد بني حمان مقسما قائلا لله علي أن لا أرجع إلى سواد العراق مما رأيت فيه من الشر المشتغلون علينا بالدين يؤكدون أن أهم أهداف الفتوح الإسلامية هو تحقيق العدل وإقامة المساواة ونشر الحريات وترصيق الإخاء وحقوق الإنسان والقضاء على العبودية لكن يبدو أن تلك الأهداف لم تكن واضحة لصحابة رسول الله في زمنهم فلم يخطر لأحد من هؤلاء الصحابة الكبار أن يطرح أي من تلك الأهداف ولو في مداخلة استفسارية في قمة السابعة عشر التي عقدها الخليفة عمر بحضور سبعة عشر من كبار الصحابة لم يطلب الصحابة المساواة والإخاء والعدل والقضاء على العبودية في بلادنا الموضوءة بل طلبوا بوضوح ودون أي تزويق ودون أي تحرج من عدام المساواة وانعدام الإخاء وانعدام العدالة بالكلية مع مزيد من العبودية طالبوا بامتلاك الأرض بمن عليها سادة كانوا أو عبيدا ملكا خالصا لهم يوريثونه أولادهم وأحفادهم كريم لكريم وشريف لشريث وكابر لكابر الفرق بين هذه القمة وقمم الدنيا كلها أن قرارات السابعة عشر كانت قرارات مقدسة تحولت إلى قوانين شرعية استفادت في تشريعها وتسنيدها كتب الفقه على مختلف مذاهبها وما ترتب على ذلك بالضرورة أن أصبحت قراراتها أبدية يحكي أبو يوسف في الخراج الصفحة أربعة وعشرون وأبو عبيد في كتاب الأموال الصفحة تسعة وخمسون ما توصل إليه المجتمعون في قمة السابعة عشر بقولهما والذي رأى عمر الامتناع عن قسمة الأراضين بين من افتتحها انتهى أما كيف انتهى عمر إلى هذا القرار فقد حدث عندما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقا من الله كان له فيما صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين يقصد العرب وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين لعموم النفع لجماعتهم لأن هذا لو لم يكن موقوفا على الناس أي العرب من الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور ولم تقوى الجيوش على السير في الجهاد انتهى واضح أن الاهتمام تركز في نهاية اجتماع هذه القمة كما كان في بدايتها على الأعطيات والأرزاق للعرب وعلى تقوية جيوشهم في الثغور حتى لا يعود الروم أو الفرس لاختطاف الفريسة مرة أخرى الاهتمام بالمنافع المادية والأعطيات والأرزاق دون أي إشارة توضح أي اهتمام من جانب أي واحد فيهم بالدين ذاته وحقوقه والعبادات وأصولها وحقوقها وقد تأكد لأبي يوسف وأبي عبيدة أن الله قد أضل قمة السابعة عشر بظل بل وشارك فيها بفاعلية فقام بتعريف عمر بن الخطاب بالصواب توفيقا منه وهو أن تتحول الأراضي من فيء يوزع على المحاربين حسب شريعة الجهاد إلى فيء موقوف على العرب كملكية عامة على المشاعب جميع أجيالهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكانت هذه المشاركة السنوية في قمة السابعة عشر بغرض تسديد عمر وإلباس قراره رداء قدسيا بهذه القمة المباركة وهو ما سيطبق بعد ذلك على مصر بعد فتحها حين رفض عمر بن العاص مطلب الزبير بن العوام بتقسيم مصر على الفاتحين وآماله التوصيات التي انتهت إليها القمة بشأن بلاد الشام والعراق ولم يقم بعد هذه القمة أن يخليفه بمحاولة تغيير في هذه التوصيات فلم يغير من بعد عمر لا عثمان ولا علي لأنهما كان من أعضاء القمة ووافقوا على منتهت إليه من توصيات وكان علي يقول في خلافته بهذا الخصوص إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا وضعه عمر انتهى وهو ما استمر قائما في الزمن الأموي والعباسي والعثماني ولم تسترد هذه الشعوب مقدراتها وأرضها وحدودها إلا بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية وبسبب الاتفاقية المعروفة باسم سايكس بيكو التي يصفها القوميون والإسلاميون بالمشؤومة إن القوميين ومشايخ الدين وكل فرق الفاشية العنصرية والطائفية تحمل بشدة على اتفاقية سايكس بيكو ويصفونها بالملعونة لكنهم لا يقومون إخلاصا للمبدأ القدسي ومدى لحبل الإيمان على استقامته ودون إسقاط لما يترتب على المبدأ من فروض بسداد جزية بلادنا للحجاز التي هي القيمة الإيجارية لأصحاب الحق القدسي في بلادنا وكذلك لا يرسلون نسواننا لمتعة العربي في الحجاز وإلى الراعي المسترخي على مؤخرة بعيره في اليمن ولا يرسلون بناتا جلولها وصبايا دمشق من الشواني وعذارا دجل والفرات لأصحاب الحق في ركوبهم حتى يكون لكلامهم معنا وحتى يتموا صحيح الدين إن كان الدين هو شاغنهم حقا وعليهم أيضا إعلان التراجع الكامل بل وإعلان الأسف والخجل من أطماعهم في كرسي الحكم في بلادنا لأنه لن يكون مع مد الخيط على استقامته لغير قرشي حسب نص الحديث الصحيح مرويا عن أبي بكر الخلافة في قريش انتهى هذا مع علمهم أن منهجهم يفترض أن إعلاء كلمة الله هو الأهم من كل مشاغباتهم السياسية وجرائمهم التي ترتكب كل يوم في حق الإنسانية وأنها الأعلى من كل المنافع والمناصب الدنيوية التي يصبون إليها أهل الدين والمسترزقون به يسلكون مسلك السلف في طلب منافع الدنيا ويريدون تزوير الشريعة يطلبون الحكم وهو ليس لهم شرعا والدليل أنهم لا يتمون هذا الشرع بإرسال حق الوقف لأصحاب الوقف الشرعيين في الحجاز لأنهم ليسوا بأصحابه بل هم أنفسهم فيء ضمن الفيء وعليهم دفع ضريبة رؤوسهم لأهلها فهم ليسوا أكثر من عبيد لا يحق لهم مجرد القول أو إبداء الرأي ولعل أهم ما يميز قمة السابعة عشر عن قمم العرب التي نعرفها في أيامنا هذه أنها قد صاحبتها إجراءات تنفيذية فورية لتطبيق التوصيات دون تسويف أو مماطلة أو تأخير فقد انتذبت القمة رجلا مجربا محنكا في قياس الأراضي وتقويم جودتها هو عثمان بن حنيف وأمدته بمساعدة خبير بذات الشأن هو حذيف بن اليمان وأمرهم الخليفة بعمل قياس مساحي لأراضي السواد بالعراق وعمل تقدير لقيمتها الخراجية موزعة على الوحدات بدقة تحقيقا للعدالة ومنعا للجور والظلم الذي قد يؤدي بالعربي إلى أخذ نصيب أكثر من أخيه العربي أو أكثر مما يستحق حسب منزلته في التراتب العربي لمنازل الناس وطبقاتهم ذلك التراتب الذي كرسه الخليفة عمر في توزيع هذا الفيل فقد وجد أن مساحة سواد العراق 36 ألف ألف جريب أي 36 مليون جريب فوضع على كل جريب من الحنطة قفيزا ودرهما أو أربعة دراهم وعلى كل جريب شعير درهمين وعلى كل جريب كروم عشرة دراهم وعلى النخل ثمانية والقصب ستة والرطب ثمانية وفي ذلك يقول الشاعر زهير بن أبي سلمى فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهمي بعد حصر الغلة جاءت مرحلة التوزيع ومن أجل هذا التوزيع وليس من أجل نشر الدين تم تشكيل اللجان فدعا عمر عقيل بن أبي طالب ومخزم بن نوفل وجبير بن مطعم وكانوا من نسابة قريش وقال لهم اكتبوا الناس على منازلهم انتهى أي أن المسلمين أنفسهم لم يعودوا في أسنان المشت بل أصبحوا رتبا ومنازل ودرجات وطبقات وهي منازل لا تعتمد على مدى التقوى أو الإيمان ودرجته ولا على حسن السير والسلوك ولا على مدى الزهد والورع إنما هي رتب عصبية قبلية جاهلية أولها المهاجرون من قريش يتوارثون ذلك في أجيالهم ونسلهم وهم بدورهم رتب فأولهم من حضر غزوة بضر ثم هاشم ثم بقية قريش ثم الأنصار ثم عرب الشمال ثم عرب الجنوب إلى آخره انظر معي قارئي ونحن على المائدة الإسلامية والأكالون بتشديد الكاف بيعزموا بنا على بعض سأل عمر بمن أبدأ فقال له عبد الرحمن بن عوف ابدأ بنفسك قال لا لكني أبدأ ببني هاشم فبدأ بالأقرب من رسول الله والأقربون أولى بالمعروف ففرض للعباس ثم لعلي ثم والى بين خمس قبائل حتى انتهى إلى الأنصار وكان يفضل في العطاء على قدر السابقة في الإسلام وعلى قدر القربة من رسول الله ولكل من شهد بدرا خمسة آلاف درهم في السنة ولكل مهاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف درهم ولمن أسلم بعد الفتح ألفي درهم وفرض لنساء المهاجرين والأنصار ستمائة ولعيال المقاتلة وذراريهم العشرات ولكل مولود يولد مئة درهم وقال عمر لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم ألفا لفرسه وألفا لسلاحه وألفا لسفره وألفا يخلفها في أهله انتهى وهكذا ومع الفتوح الإسلامي المباركة ظهر في التاريخ لأول مرة جماعة بشرية ترى نفسها المالكة الوحيد للبلاد التي تحتلها بما فيها من أراض وبما على الأرض اقرأ معي روى الشعبي قال اشترى عتب بن فرقد أرضا على شط الفرات فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له ممن اشتريتها؟ قال من أربابها فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال عمر هؤلاء أربابها فهل اشتريت منهم شيئا؟ قال لا قال عمر فردها على من اشتريتها منهم وخذ مالك انتهى ويشرح المارودي ما ذهب إليه الإمام الشافعي فيما انتهت إليه قمة السابعة عشر من قرارات فيقول الظاهر من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في سواد العراق أنه فتح عنوه واقتسمه الغانمون ملكا لهم وحدهم ثم تنازلوا استنزلهم عمر عنه فنزلوا أي تنازلوا عن حق الملكية الفردية مع الاحتفاظ بحق عائده كوقف لملكية العرب الجماعية إلا طائفة رفضت فاستطاب نفوسهم بمال عوضهم به عن حقوقهم فلما خلص للمسلمين ضرب عليه عمر الخراج انتهى والخراج بحسبانه بديلا عن حقوق العرب في امتلاكنا ملكية البعير والماعز والنساء والعبيد كلمة تحتاج إلى تعريف دقيق أو بالأحرى هي بحاجة لفض وفضح مصطلحها الدلالي فالخراج هو الكلمة التي تدل على ظلة العبد أو الأمة عندما يفيض العبيد عن حاجة السيد فيتفق السيد والعبد الزائد عن الحاجة على إطلاقه يعمل فيما يجيده في الأسواق فيقال فلان خارج غلامة أي اتفق معه على ضريبة يؤديها العبد المخارج لسيده كل يوم خراجا ويكون مخليا بينه وبين العمل فيقال له عبد مخارج فالخراج هو غلة العبد المخارج ومن ثم تم اعتبار شعوب البلدهن المفتوحة عبيدا مخارجين يدفعون ظلة العبد لمالكي رقابهم خراجا يقول ابن الأثير قال رسول الله لعمه أبي طالب ألا أدعوهم إلى كلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها رقاب العجم انتهى كان الخليفة عمر بن الخطاب بحسبانه رئيس قمة السابعة عشر يعمل بآية القرآن قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة تسعة وعشرون الآيات لم تقل حتى يسلموا وهو دليل عدم إكراه في الدين الإكراه فقط في دفع الخراج ضريبة رقبة عبد مخارج لهذا يتضح السبب في عدم تطرق قمة السابعة عشر لمسائل الدين ونشره والدعوة إليه كانت قمة من أجل الغنائم ليضمنوها شرعا قدسيا لهم ولنسلهم من بعدهم نفس حكاية إبراهيم وربه في التوراة عندما منحه ربه الأرض قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات انتهى سفر التكوين أما المسلمون فلم تكن للأرض المملوكة لهم ولنسلهم حدود كانت أرضهم المعمورة كلها وغير المعمورة المسكونة وغير المسكونة ظل العبد المخارج شرعا معمولا به وأحد معالم الإسلام في الحجاز حتى اليوم كل ما في الأمر أنه تم إعطاؤه تسمية جديدة هي الفيزة الحرة التي يستورد بها السيد السعودي عددا من العمال من مصر أو الشام أو السودان أو العراق ويطلقهم للعمل وعلى كل عامل أن يسدد لسيده كل شهر مبلغا من المال يشرطه السيد عليه ولا يحصل على جواز سفره إلا بعد أن يسدد لسيده كامل غلة العبد المخارج وتحيى الأمة العربية وبعدما ملك العرب رقاب العجم فإن خليفتهم الذي وزع على عرب الجزيرة هذه الأموال والنساء الوافدة من البلاد المفتوحة لمن شاء عدد ولمن شاء كالب مكيهل هو من مات قتيلا بسبب ما لا يزيد عن درهم أو درهمين فبعدما حطم العرب العروش شمالا وشرقا وغربا سقط في ذل للسعباد أبناء تلك البلدان بعدما كانوا يعيشون في بلدانهم أحرارا ومن بين نكدي الحض كان فيروز أبو لؤلو المانوي لذلك يلقب بالمجوسي والمانوية نحلة متطورة من الزرادشتية فكان من نصيب المغيرة بن شعب الثقافي كان الخليفة قد سن قانونا بعدم دخول العبيد البالغين عاصمته يثرب لكن المغيرة تمكن من أخذ استثناء من الخليفة لعبده فيروز لأنه كان عالما مخترعا لديه من العلم ما ينفع به الناس ومثل هذا المخترع لا شك أنه كان يعيش في موطنه عيشة السيادة والرفاهية في رعاية الدولة وربما في رعاية كسر نفسه ولا شك أنه كان يغشى القصور ويعرف أهل الأرستقراطية فقد روي عنه أنه كان يمشي في أسواق العبيد في يثرب يمسح بيده على رؤوس الأطفال الملكيين والأرستقراطيين المسلسلين ويزفر بالعبرات بكاء ونشيجا ولهذا السبب وصفته كتبنا الأخبارية بأنه كان خبيث النفس ولا شك أيضا أن عالما خبيرا مقربا من القصر عندما يجد نفسه عبدا وأولاد الملوك في الأسواق مع أهاليهم يباعون بيع الماعز لا بد أنه قد استشعر إزاء هؤلاء القوم البدائيين في بوادهم ما جعله يكتوي نارا وبغضا وكراهية لهم ولدينهم خارج المغيرة عبده المخترع فيروز على أربعة دراهم كل يوم ضريبة رقبته وأطلقه يعمل بالمدينة فذهب فيروز يستعطف الخليفة أن يخفف عنه درهمين أو درهما فرفض الخليفة واعتبرها ضريبة عبد مخارج عادلة بعد أيام التقى الخليفة فيروزا فقال له بلغني أنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن الطحين بالريح فرد عليه فيروز بنغمة صالمة لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس فأقبل عمر علاما معه فقال توعدني العبد انتهى وقرر فيروز أن يتحول عن العلم والاختراع إلى النقمة الفدائية فكمل للخليفة بالمسجد فلما قام الخليفة لإمامة الناس قفز عليه فيروز فطعنه ثلاث طعنات نافذة فصرخ عمر قتلا الكلب فتكاثر الصحابة على فيروز بسيوفهم ومعه خنجر فتقاتلوا فقتل منهم سبعة وأصاب سبعة آخرين حتى إذا ما رأى أنه مأخوذ نحر نفسه بخنجره فكان من احتز رأسه عبد الله بن عوف بشأن التاريخ الجهادي العربي النبي ليقدم لنا الكاتب الإسلامي المستنير فهم هويدي تعريفا له يقول إن العقل الغنبي ينظر إلى الجهاد على أنه حرب مقدسة هولي وور وهي في الحقيقة كلمة لا مرادفة لها عندهم طبعا فالجهاد يتميز عن القتال أو النضال الذي قد يكون في سبيل أي شيء آخر ولا ينتقس منه شيئا بينما الجهاد يفقد مضمونه ويفقد شرعيته إذا لم يكن في سبيل الله انتهى وبغض النظر عن كون التعريف الهويدي يتضمن دعوة صارخة للتخلي عن مفهوم المواطنة والوطن بتعارض مطالب الدين مع مطالب المواطنة فإننا نتابع الاستماع إليه مستطردا والإسلام لم يأمر أمته بالعدوان انتهى بسيطة ماذا يسمي هويدي ما فعله العرب الفاتحون ما هو بالضبط استكمل هويدي ولم يأمر أمته بترويع الآمنين ولا بسلب مقدرات الآخرين ولا الاستعلاء عليهم قط انتهى قط ألم يطالع هذا الرجل تاريخ أسلافه الكرام البررة أم هو كاذب والكاذب شر بالضرورة فما بالك إذا كان يكذب على أمته وعلى العالمين يتابع الكذوب الشرير ليقول إن الجهاد في الإسلام شرع لنشر الإسلام ونصرة للحق ودفع للظلم وإقرار للعدل والسلام والأمن وتمكينا للرحمة التي أرسل بها محمد عليه الصلاة والسلام للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور لذلك هو فريضة شرعية انتهى لكن ألا يرى هويدي وفقا لهذه المبادئ السامية فعلا الرفيعة حقا أنه كان على العرب أن ينسحبوا من البلاد المفتوحة بعد أن أبلغوهم بالإسلام أو أن يعلنوا ذلك على الأقل في أي كلمة أو نص أو حرف في مكتبة الإسلامية الهائلة كما تعلن أمريكا عن ذلك بشأن العراق اليوم حتى يطرق أهالي البلاد المفتوحة أحرارا حقا يحكمون بلادهم بأنفسهم أم أن من ضرورات اكتمال الجهاد حيازة الأرض والبشر عبيدا والجزية وغلة خراج العبيد والسبي مراطا لهم كابرا عن كابر وإذا كان الإسلام ونصره هو غرض الجهاد كما يقول فلماذا لم يكن ذلك على بند كبار الصحابة في قمة السابعة عشر إلى جوار بنود اقتصام الفريسة بأشد وأقصى وأبشع ما عرف الناس على يد أي احتلال آخر بطول التاريخ ولم يكن الجهاد الفاتح نصرا للدعوة المكلف بها لأن الدعوة لو كانت حاضرة حقا وراء تلك الفتوح لرأ العالم من العرب فعالا تحببهم فيها وترغبهم في الدين الجديد بالسير فيهم بالعدل والإحسان حتى يدخل فيه حبا وطوعا لا كرها هويدي يرى أن الجهاد هو تحرير البلاد وهو ما يقوله المشتغلون بالإسلام للمؤمنين الذين اختاروا تسليم أوطانهم مقابل استلامهم الدين لكن ألا يرى هويدي أن الفعل الذي تقوم به الجيوش المحاربة هو ما يحدد طبيعة الفعل العسكري ومسمى مثلا للتوضيح ذهبت الجيوش المصرية وشاركت في حرب تحرير الكويت وسميت حربها هناك تحريرا لأن القوات ذهبت وحدت فماذا عن الجهاد المقدس؟ هل كانت الجيوش العربية جيوش تحرير أم غزو أم احتلال أم استعمار استطاني أم هو إحلالي؟ أي اسم سيختار هويدي؟ العراق هذه الأيام هو هم الأستاذ هويدي الشاغل لأنه يرزح تحت نير الاحتلال الأمريكي لكن السؤال هل العراق بذلك يكون تحت الاحتلال؟ الإجابة بالقطع هي نعم لكن يأتي السؤال الثاني وهو ماذا تفعل قوات الاحتلال هناك؟ هل تغزو أم تستوطن؟ هل تم استقضام القبائل الأمريكية مع النساء؟ وهل أنزل العيلات القادمة من كاليفورنيا ونيويورك وشيغاغو في دور فر أهلها فزعا بالنجف والفلوجة؟ أم أنها قد حررت العراق من الطاغية؟ هذا مع الإعلان الدائم أنها مهم لها نهايتها وأن الجيوش ستعود إلى بلادها بعد تسقرار الأوضاع وفي ظل هذا الاحتلال العجيب الشأن بين ألوان الاحتلال عبر التاريخ عاد الصوت العراقي مرة أخرى وعاد شعبه المجيد يسمع صوته للدنيا سواء في مظاهرات دائبة أو انتخابات حرة لم يحدث مثلها على أرض تلك الأوطان منذ الفتح العربي الميمون تسمع الدنيا أن هنا شعبا عريقا وأن هنا حرية إن الفعل هو ما يحدد الإسم وليس العكس إن سحب مفاهيم اليوم عن العدل والمساواة والحريات على تاريخ الإسلام هو ظلم لكليهما والعدل هو تسمية الأشياء بأسمائها دون تزويق لشأن تعجز كل مصاحق التجميل في الدنيا عن إخفاء تشوهاته وقبحه وبشاعته وإنما فعلته قمة الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية في الثانية يأتي بعد قرون متطاولة من التطور القيامي والأخلاقي والإنساني بعد انتصار نموذج الدولة الديمقراطية العلمانية كأفضل نظام عالمي اليوم لذلك عندما جلسوا لم يبحثوا في توزيع الأراضي وغلة العبيد المخارجين وفي توزيع النساء المسبيات حتى يأتي الكوبوي نصيبه من اللذة وهو مسترخ على مؤخرة حصانه في تكساس كانت العلمانية الراقية هي سيدة الموقف منذ عصر التنوير مما أمكنها أن تفرز رقيا ونبلا وسموا وتحضرا ما كان أن تفرزه أبدا حضارة البداوة الفقيرة المدقعة حتى في مفاهيمها وطرق اجتماعها وتحضرها بالضرورة إن خلط أهل الدين بين الزمانين يضروا بديننا ودنيهنا لأن اليوم غير الأمس ولأن بوش أو بلير غير أبي بكر أو بن الخطاب رغم أن كل منهم هو سيد زمانه وأمريكا غير الحجاز والناس غير الناس وكل شيء غير كل شيء لذلك لا تشبه قمة الحلفاء ولا مستنداتها ولا جدول أعمالها ولا أهدافها قمة السابعة عشر في شيء هويدي وأمثاله يقولون لنا إحنبتوع الحرية إسلام عدل وإخاء ومساواة هو القيم الأولى والأخيرة الأزلية الأبدية هو نهاية التاريخ لا تسايره ولا تطاوله قيم أخرى ناهيك أن تعلو عليه لكنهم لا يوضحون لنا لماذا لم تكن هذه القيم معلومة لأصحابها من صحابة رسول الله لأنها لو كانت معلومة ولم يفعلوها فإنهم يكونون قد خرجوا عن صحيح الدين وإن لم تكن معلومة ولا من صحيح الدين يكون ذلك هو القول الأدق والأكثر عدلا وحقا ويكون هويدي كذابا أشرا إن سادتنا اللاعبين بالإسلام علينا يرددون اليوم كلام روسو ومونتسيكيو وفولتار إنهم لا يرددون هنا كلام محمد والإسلام إنما يرددون منتج الحداثة العلمانية لينسبوه للإسلام ثم يكفرون به العلمانية إن هذه المبادئ والقيم ليست من ثقافة العرب والمسلمين لذلك لم تكن معلومة لديهم حتى لا نظلمهم بالدعائنا علمهم بها وتنكبهم سلبها فهي لم تكن ضمن مخزونهم الثقافي قط وهذه القط هي الصدق غير الكذوب وانتهى اجتماع قمة السابعة عشر دون إصدار أي تعليمات جديدة بالتوقف عن السلب والنهب والسبي والنكح بعد مدة محدودة مثلا لكل جيش حتى يتفرغ الفاتحون بعد الأكل والنكح للدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويعفو الله عما سلف بل إنهمك الخليفة عمر بعدها مسافرا في فياف العربان ومفاوز الصحاري بالجزيرة العربية يحمل إليهم نفقاتهم أي حقوقهم وحضهم من الغنائم والفيء كان عمر مخلصا لبني عنصره وجلدته إخلاصا عظيما مأشورا عند الله عطوفا بهم رغم قصوته لأنه كان عادلا عدلا بلا نظير لكن هذا العدل كان قاصرا على عنصر العرب ونوعهم وحدهم كانوهم الرعية أما أهل البلاد المفتوحة فشعوبها لم تكن ضمن الرعية إنهم كانوا فيئ الرعية إنهم كانوا يدفعون للرعية ويعونونها في عام الرمادة شارك الخليفة عمر رعيته في جوعهم وشضف عيشهم حتى سود وجهه من أكل الشعير الملتوت بالزيت وكلمة عام تطلق هنا مجازا لأنها كانت بضعة أشهر فقد كتب عمر إلى ولاته وأمرائه على الأمصار طالبا الغوث فأرسل عمر بن العاص قافل من السوائم على ظهورها الخيرات من مصر إلى يثرب قائلا أرسل لك قافل أولها عندك وآخرها عندي انتهى لكن عسر الطريق ومشقته كان يقضي في كل مرة على معظم السوائم عطشا وجوعا فكتب عمر بن العاص إلى الخليفة عمر إنه كان في مصر قناة تربط النيل بخليج السويس وأن القبط سدوه في حروبهم مع الروم وأن فتحه سيؤدي لخروج خيرات مصر بالسفن من حقولها طاجج إلى الحجاز وهو بقول عمر بن العاص ما يجعل سعرها بالحجاز مثل سعرها بمصر ولكن هذا المشروع سيحتاج كل المصريين للسخرة فيه وهو ما سيؤدي إلى خراب مساحات كبيرة من الأرض الزناعية بغياب اليد العاملة عنها وأيضا سيؤدي إلى كسر الخراج في الأعوام المقبلة فكتب إليه عمر أن افعل وعجل في ذلك فقال له أهل مصر خراج كزاج وأمير كراض فإن تم هذا انكسر الخراج بسبب نقصان الإنتاج لانشغال الفلاحين في الحفر وإهدار الماء في البحر فكتب إلى عمر ذلك وذكر فيه انكسار خراج مصر وخرابها فقال له عمر في كتابه أعمل وعجل فيه أخرب الله مصر في عمران مدينة رسول الله وصلاحها التبري على اتفاق بين كتب التاريخ الإسلامي كتاب التاريخ بيروت دار الكتب العلمية الصفحة 509 إن عمر بن الخطاب كان عادلا صارما مؤمنا صادقا قوي الإيمان ولم يجد في دينه وإيمانه ما يمنع من خراب مصر لصالح مدينة رسول الله لأن الإنسان الذي يشكل مفهوم الرعي عند عمر هم عرب الجزيرة وحدهم وفي مع ذلك هم مصدر ومحلب ومجلب وربما لم يكون بشرا فهم لجلب المنافع هم والسوائم واحد طريقة الفتوح نفسها تشير إلى هذه المعاني فلم يتم إرسال كتب الهداية أو المبعوثين للدعوة والوعظ والإرشاد المتقدم قبل الفتح ولا نجد في تاريخنا أي حكم أو دروس أو حجج قدمها المسلمون لأهل البلاد المفتوحة قبل أن يفتحوها ويسلبوها ويهتك عرضها كعقوبة لعدم الاستجابة للدعوة ولم يذكر لنا تاريخنا أي إشارة لأي مؤتمر بين الطرفين يناقش الأمر ليعلن على الناس كل ما نقرأه حرق ودمار وهتك أعراض في مفاجآت كارثية تأتي من خارج الحدود على أفراس العربان مربدين صياحهم في خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر انتهى أحيانا تصيبك الدهشة من ذكاء مشايخ قنواتنا الفضائية الذين يؤكدون أن كل تلك الأموال المنهوبة كانت تصب في النهاية في فوائضها في بيت المال للإنفاق في سبيل الله وهو ما يعني أنه ما كان لأصحاب تلك الأموال الأصليين معرفة بالإنفاق وأن العرب وحدهم هم من يعرفون كيف ينفقون وعليهم جمع الأموال من أصحابها ليقوم العرب خبراء الإنفاق بالإنفاق نبوءة النبي والذي نفسي بيده لتملكن كنوز كسرى وقيصر وتنفقونها في سبيل الله انتهى تحققت مما يعني أن إنفاق غير العربي هو في غير سبيل الله وهو الإنفاق الذي لم يعد على البلدان المفتوحة سوى بالذل والعبودية والخراب وهو ما يعني أيضا أن هويدي لا يرى حتى اليوم أن المسلم العراقي أو الشامي أو المصري أو المغربي أهل للإنفاق في سبيل الله لأنها خبرة عربية قدسية قاصرة على العربي وحده مرة أخرى أعود فأؤكد أني لا أتهم هويدي بالجهل بل بالتزوير الفاضح والكذب الشرير المقيت على ناسه وأهله وبن ملته وكذبه ليس أبيض بحال بل هو كذب أسود حالك شديد الظلمة والظلم والعتمة والزيف والضلال هو بيع للوطن في صفقة علنية لا تخزى ولا تستحي مع الشيطان